شيء هائل جداً للتو حصل للبيتكوين أمس وهذا الشيء ناس كثير بيش منتبهين له راح أتكلم عنه وراح أتكلم ليش هذا هنا الشيء مهم وليش إحنا الآن أخيراً على وشك إنه نشوف التبني المؤسسي للبيتكوين ولما يحصل هذا الشيء البيتكوين راح يرتفع بكل تأكيد بالشكل كبير جداً فأشياء مهمة جماعة راح نتكلم عنها اليوم فاتأكدوا بأنكم تشوفوا هذا الفيديو من البداية إلى النهاية مرحباً بكم مرة أخرى اسمي منصور وقدم لكم فيديوهات عن العملات الرقمية كل يوم وأعلمكم كيف تحصلوا على أرباح من هذا السوق إذا أنت جديد على هذه القناة اضغط نزر الاشتراك وفعل الجرس الآن طيب خلونا نتغلين الآن باشرة لتقدروا تشوفوا جماعة هنا للبيتكوين على فريم الأربع ساعات حاولنا هنا أنه نكسر هذا الخط البني ولكن ما قدرنا نعمل هذا الشيء وحصلنا على هبوط وإذا شوفنا هنا على الفريم اليومي نقدر نشوف بأنه بعد أن حصلنا هنا على أربعة شمعات خضراء متتالية الآن نحصل هنا على الشمعة حمراء فخلونا الآن نشوف كيف راح تغلق هذه الشمعة ولكن حاليا الآن نشوف أنه على الفريم اليومي نواجه صعوبة بأنه نكسر هذا الخط البني وإذا شوفنا هنا على التريند بشكل عام على فريم الأربع ساعات فالتريند بشكل عام لسه شكله هنا بوليش لأنه لسه في عندنا هذة هنا القناء الصاعدة اللي شكلها بهذا الشكل قمة أعلى من القمة السابقة هو قاع أعلى من القاع السابق فخلونا نشوف إذا هل راح نقدر نكسر فوق هذا الخط البني أعتقد بأنه هذه هنا فقط مسلة وقت إلى أن يحصل هذا الشيء فبالنسبة لي كل شيء لسه شكله جيد وإذا شفنا هنا على هذا الفريم اليومين تقدروا تشوفوا بأنه في عندنا هنا مستوى مقاومة قوي جدا عند 65 ألف دولار فأخير لكم منتبهين على هذا الشيء راح أتكلم كمان عن مستوى مقاومة أخرى بشكل سريع هنا قبل أن نتكلم عن الأشياء الهائلة اللي حصلت أمس وليش هذه الأشياء مهمة جدا على الفريم اليومي الموفينغ أفريجز تقدروا تشوفوا بأنه تماما حصلنا على رفض من عند المستوى اللي حذرتكم منه خاط الموفينغ أفريج 200 اللي هو هذا الخط الأخضر فهذا هنا رفض السعر فنفس الشيء أعتقد بأنه هذه هنا فقط مسألة وقت إلى أن نكسر فوق هذا المستوى ولكن حاليا لسه في عندنا هذا المستوى كمستوى مقاومة وبنفس الوقت في عندنا هذا الترند الهابط في الأعلى الخط البرتقالي كمستوى مقاومة عند 65 ألف دولار طيب إذا شفنا على إشارة اللوكس ألغو الإشارة البوليش اللي طلعت قبل يومين نعم الآن تم تأكيد هذه الإشارة فهذا هنا شيء رائع جدا في العادة اللي يحصل وهو أنه نحصل على حركات جيدة حركات صاعدة للأعلى بعد أن نحصل على هذه الإشارة من اللوكس ألغو فهذا هنا كله شكله جيد جدا إذا شفنا هنا على الأسواق التقليدية فحصلنا على شوية انخفاض أمس ولكن الذهب فالذهب هنا تقدروا تشوفوا بأنه استمر بهذا الترند الصاعد على هذا الفريم فريم الأربع ساعات ووصل إلى قمة جديدة فهذا هنا كله رائع جدا طيب الآن خلونا نتكلم عن إيش اللي حصل السي سي أعطت الضوء الأخضر لإدراج وتداول بلاك روك سبوت بيتكوين هذا هنا شيء ضخم ليش؟ لأنه شيء مهم جدا في أسواق التمويل التقيدي والآن نحن جاهزين لكميات هائلة من الأموال علشان تدخل من قبل المؤسسات والإيتيف الأخرى أكيد راح تلحق بهذا الشيء يقول هنا أعتقد وأفترض بأنه راح تلحق بقية الإيتيف ورح يتم الموافقة عليها في وقت قصير جدا وهذا نجاح كبير للبيتكوين إيتيف لأنه يجذب سيولة أكثر وبالتالي راح تجذب مؤسسات أكثر هذه هنا مفاجأة رائعة وهذا هنا شيء ضخم خلونا نستمر طيب بعد كده هنا يقول موافقة الأوبشنز هذا هنا نجاح ضخم للبيتكوين إيتيف سيكون هناك زيادة ضخمة في سيولة السوق وأيضا تقلبات أقل راح تلحق بهذا الشيء وبالتالي التداول سيكون سلس وبكفاءة أعلى والحيتان سيدخل كتحوط بدلا عن بيع كميات هائلة وأيضا أدوات أفضل لإدارة المخاطر المشاركين الجدد سيتمكنوا من تحديد مخاطرهم كل هذه الأشياء تساوي مشتركين أكثر مستثمرين مؤسسيين أكثر وثقة أكثر في السوق فهذا هنا شيء هائل جدا خلونا نكمل إضافة أوبشنز إلى البيتكوين إيتيف يعتبر إنجاز هائل جدا أكثر مما تعتقد المشتقات هي الأساس للأسواق ولا يزال أمام عملة البيتكوين والوصول الرقمية طريق طويل قبل اللحاق بالأسواق التقليدية ادخل إلى أكبر سوق لرأس المال في العالم في الأسواق التقليدية الأسهم والسلاع على سبيل المثال المشتقات تساوي 10 إلى 20 ضعف حجم القيمة السوقية الأساسية وهذا شيء مختلف بشكل كبير في البيتكوين حيث أن القيمة الأوبشنز المدرجة هي أقل من 2% من القيمة السوقية للبيتكوين فهذا يعطيك فكرة عن كم في الواقع كمية الأموال التي ستتدفق إلى سوق البيتكوين لأن الأوبشنز تم الموافقة عليها الـ Open Interest للبيتكوين أوبشنز يساوي 20 مليار دولار أضف إلى 2 مليار دولار من الـ CME غير المدرجة هنا والـ Open Interest لبورصة أو لمنصة مركزية مدرجة يساوي 16 مليار دولار مقابل القيمة السوقية الفورية البالغة 1.2 تريليون دولار وبعد كده يتكلم هنا عن بعض الأسباب ليش هذا هنا الذي يحصل ولكن الخلاصة جماعة من هذا الشيء وهو أنه راح يكون في أموالها إلى راح تتدفق إلى البيتكوين بما أنه الآن تم الموافقة على الأوبشنز إذا شفنا على أي شيء مشابه للشيء اللي نشوفه في الأسواق التقليدية وأنا أعتقد وومن بأنه راح نشوف هذا الشيء بالفعل وهذا راح يكون شيء رائع رائع جدا جدا طبعا إحنا مش يعني مرة مبكرين ولكن لسه نعتبر نوعا ما مبكرين وهذا هنا لسه مش كل شيء كمان الـ BNY ميلن أحد أكبر بنوك التخزين الأمريكية حصلوا على الموافقة لتبني البيتكوين أو الاحتفاظ في البيتكوين وليش هذا هنا شيء ضخم؟ لأنه كمية الأموال اللي حاليا موجودة عند الـ BNY ميلن هي 50 تريليون دولار في الأصول لعملاءهم وكمان في عندهم أصول بقيمة 2 تريليون دولار تحت إدارتهم والآن بما أنه الضامن أو المتبني راح يكون البنك الـ BNY ميلن اللي طبعا يعتبر مؤسسة هو كيان موثوق لدى كثير من الناس وزي ما قلت في أموال كثيرة في ناس كثيرة الآن يحفظوا أموالهم وأصولهم عند الـ BNY ميلن فيعني إذا كان في بعض الناس اللي كانوا على الحافة وعايزين بأنه يدخلوا في البيتكوين ولكن كانوا مش واثقين في المؤسسات اللي تحتفظ في البيتكوين أو الكستوديينز فالآن مرة أخرى أموال كثيرة راح تتدفق إلى البيتكوين لأنه في حاليا عندهم متبني موثوق لدى كثير من الناس علشان يتمسك في البيتكوين لهم فكلا هذين الخبرين أشياء ضخمة جدا للبيتكوين شيء ضخم لتبني المؤسسات للبيتكوين مستقبلا وزي ما تشوفوا الآن الأشياء تتوافق الآن الأشياء تتركب القطعة تتركب مع بعضها وكل شيء يتوافق لارتفاع هائل كل شيء يتوافق لبولران هائل جدا وعشان كذا أنا أقول لكم بأنه إذا لسا ما جمعت كميات كبيرة من البيتكوين والعملات الرقمية فالآن لسا يعتبر وقت أوكي ووقت جيد في رأيي أنك تجمع في هذه الأوقات وكمان للعملات البديلة زي ما قلت مع ارتفاع البيتكوين في الوقت اللي البيتكوين راح يرتفع كمان العملات البديلة راح ترتفع بشكل هائل جدا لأنه ناس أكثر وأكثر راح يدخلوا في مخاطر أكثر في العملات البديلة فرح أتكلم عني العملات البديلة بشكل أكثر هنا وبشكل أكبر على قناتي إيش العملات اللي أنا داخل فيها وإيش اللي أعمله في سوق العملات البديلة فأتمنى بأنه راح تكونوا متحمسين لهذا الشيء كمان طيب في خبرين آخرين عايز أن يشاركهم معكم وهم ظلت المدخرات الصافية في الولايات المتحدة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي والشركات والحكومة السلبية لمدة 6-4 متتالية إيش معنى هذا؟ بمعنى آخر هذا معناته بأنه من الأشياء اللي يستهلكوها وهذا معناته بأنه مدخراتهم أو الأموال اللي محوشينها تقل طيب وكان فيه فقط حالتين أو مرتين اللي كان فيها هذا الشيء بشكل سالب لمدة طويلة وهذا كان في عام 2008 و2020 بعد 2008 حصلنا على أحد أكبر الأسواق أحد أكبر البول ماركتس وبعد 2020 كمان حصلنا على أحد أكبر البول ماركتس اللي حصلت ليش؟ لأنه علشان تنقض الاقتصاد وعلشان تحفز الاقتصاد فطباعة الأموال هي الأداة الرقم واحد اللي يستخدمها الفيدرالي وحق السيولة إلى السوق هذا دائما راح يدفع بمحافظنا إلى الأعلى بشكل كبير جدا فهذا بكل تأكيد شيء رائع طيب في الأخير هنا البنك الياباني تركوا معدل الفائدة تباهم كما هو عليه بـ 0.25% فما حصل قلق هنا بسبب الأخبار اللي طلعت أمس فهذا هنا كله جيد وأنا متحمس للأشياء اللي راح تحصل وتطلع هنا من سوق الكريبتو مستقبلا فهذا جماعة اللي عند اليوم هذه الأشياء اللي حبتنا أن أتكلم عنها حتى على رغم أن هذه الأشياء هنا اللي حصلت موافقة الأسي سي على البيتكوين أوبشنز في الـ ATF ربما قد تبدو هذا هنا مش أشياء كثيرة ولكن بكل تأكيد هذا هنا شيء ضخم جدا هذا راح يضيف سيولة كبيرة جدا وهائلة إلى البيتكوين فهذا هنا بكل تأكيد راح يكون شيء ضخم هذا كل شيء عندكم اليوم بتوفيق للجميع وأشوفكم في الفيديو القادم